جديد النهاردة فيديو جديد عن الأبراج ونهاردة هنتكلم عن ترتيب الأبراج مين هم الأبراج الأكثر صعوبة يعني لهم بياخذوا وقت كتير جدا جدا لما بيجوا تعرفوا على ناس جديدة هم يتأقلموا وياخذوا عن ناس جديدة أو الناس بيتعرفوا عليهم جديد الفيديو ده أنا عملته عشان أنا من ناس اللي بعاني من الموضوع ده فبياخذ وقت مش بنار بأخذ عن ناس بسهولة بصراحة فأنا حرقتلك فى فيديو عشان انا قلت خلاص برجي بقى عروف وبرج ايه بس هقولكم مين الابراج اللى بتتاقلم بصعوبة فهرتبهملكم من تحت يعني اقل الابراج اللى هما الابراج بتاخدوا الناس بسرعة وبتهضر بسرعة بيبقى ذا يعني بيبقوا لطاف جدا وبيتعرف على الناس بسهولة كوي وسهل قوي انت تتحك معاهم حتى لو انت لسه متعرف عليهم بعد كده بقى هنقول الاسعب اللى هما ايه اللي بياخدوا وقت كتير قوي عشان يتأقلموا على الناس وتعرفوا على الناس بسهولة قبل ما ابتدي في الفيديو بريس تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش وتفعلوا الجرس واتبعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك وتقولولي بتفرجوا عليه من فين وانتو برج ايه طيب اوله البرج يا جماعة في المرحلة الاخيرة يعني برج ده بتأقلم مع الناس بصارع جدا جدا يعني هو انا قلت الابراج الاكتر آآ فاعني انا هقول الاكثر تحت قالوها اقولوا فوق يعني اكتر اسرع الابراجج بتأقلم جدا جدا مع الناس عندنا برج الجوزاء برج الجوزاء ده ارميه في البحر هيتأقلم ارميه في النار هيتأقلم ارميه في الجو هيتأقلم برج الجوزاء بما انو هو هو هوائي فهو عنده سرعة مش طبيعية انو هو يتعرف عالناس ويتأقلم مع الناس وانو يبقى شطر قوي قوي ان هو مش ممكن اعوان انا بتنبط جمبي يعني امي احسنت تقريبا أعطي امي اعمل ان اقوى لا اقوى انتهت امي ارجوك ان ارى انت اقوى ارى انتهت اقوى انتهت او انتهت اصدقى هذا البوية بالشانول بترجمة جانال احسنت انتهت بارج جوزة من الاتقل سرطة مع الناس يجي بعد برج الجوزاء على طول برج الاسد برج الاسد معروف ان هو شخص اجتماعي بطبعه شخص بتعرف عناس بسهولة جدا لو حطته هلا اي يعني بتعرف عناس جديدة ده مخفيف بيحب بتعرف عناس جديدة على طول بتأقلم يعني عنده سرعة في التأقلم مع ان برج الاسد في البداية ممكن انت بس تنخدع شوية في تنكته يعني هو في الاول هتشوف ان هو تينك او ان هو مغرور فممكن ده يبطق شوية من من كلامك معاه وان هو هتبقى واخد عنه شوية غرور مش عارف ايه بس بعد كده هتلاقيك عادي جدا ان انت بدأت ان انت تتققل معاه فبرج اول حاجة جوزاء تاني حاجة اسد تالت حاجة عندنا يا جماعة برج ال دلو برج ال دلو من الابراج الاجتماعية جدا جدا اللي هو بيحب الكلام اصلا بيحب الهزار شخص دمه خفيف قوي شخص لطيف شخص اتراكتف فبرج ال دلو من الابراج اللي هو اول ما يتعرف على حد هتلاقيه صونجيون بس رجل الدلو اكتر اجتماعية من امرأة الدلو يعني امرأة الدلو بتاخد وقته اكتر بس هو شخص اجتماعي جدا بيحب الهزار بيحب الهزار بيحب الناس بيحب الكلام فبرج ال دلو من الابراج اللي بتتاقلم بسرعة شميل جدا على الابراج لقيم شخص مارني كده وانا ستتوا فياو ستوا فياو زيار وانا شعر انتوا فياوých جوزاء حسنا. هذا برج الدلو الذي ستحدث عنه هي جديد مني ولكني لا يوجد هذا الهاتف حسنا. ستحدث عنه امرو اوه امرو برج الدلو امرو ركبت مع اوبر لقيتو بيقولي اي انا اي او لسان انا في ابنك اسمه امرو هو جاب جون وعارف انه بلعب كرة وعارف انه عايز بلاعب كرة فبرضو امرو من نوع اللي تسيبه يبقى برج الدلو يجي بعد كده عندنا في الابراج الاكثر سرعة في تقرب مع الناس او اللي هو اقول الابراج الاجتماعية جدا يعني هيجي عندنا برج الميزان برج الميزان برضو من الابراج اللطيفة جدا جدا اللي هي بتاخد عالناس بسهولة قوي قوي اللي بيحبوا كلام الاجتماعيين عندهم صحاب كتير قعدوا مع اي حد بتلاقي صاحبه فاول انهم بتعرف عالناس بتصحب عليهم ويقعد يرغي ويحكي ويتكلم كتير جدا 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 برج الميزان برضو من الابراج اللي هما شديد التعلق بالناس وبيحبوا الناس وبيحبوا الرغي وبيحبوا كلام وبيحبوا يعني هما ملوك الاتصالات عندهم صحاب كتير جدا جدا. يجي بعد كده عندنا بورجل. يبقى احنا الابراج الهوائية كلها طبعا ابراج اجتماعية جدا سهل انها تعرف لأ ما هم انش هصوروا رجلك وراها. استاني واحدة بقى كده جميعا. نقاتي انا وعمر ديت والله بتخليل القناة طعم عشان فيه ناس بتجي تشتكي مني بعد كده. طيب احنا خلصنا الابراج الهوائية. يجي بعد كده عندنا بورجل. مش عارف بقول مين الاول. حفظ. بورجل حمل برده من الابراج اللي بتهزر كتير وبتتحك كتير وسهل جدا انت اخد عالناس بسهولة. واقف مع اي حد في اول مرة هتلاقيه عمال يهزر وعمال بيت حك وعمال ذري صاشر. انا فعل ما يجد هشوتيو. عملي اصيي. يا لاب. بيجولوكو ما يجل زير. اسمع ما يفوتي حيوان. فهم برده برج الحمل من الأبراج اللي بتاخد على الناس بصورة جدا برج اجتماعي تعرفها على أي حد في أول يوم تلاقيه وقف يهزروا بيدحكوا بري سوشيل يعني حمل يجي بعد كده برج القوس برج القوس ده ملوك يعني قوس كمان على فاكرة في المرتبة الأولانية يعني هما دول أنا أعتقد هما نفس الليفل يعني الفرق ما بينهم حاجات بسيطة جدا برج القوس روحوا حلوة دحكتوا حلوة بيحب الدحك بيحب الهزار بيحب الفن بيحبش العقد مش معقد وانسي تعرف عليك ايه بيكلمعك بمنتهى التلقائية بمنتهى اللطافة بمنتهى الضريف جدا جدا برج القوس يجي بعد كده عندنا في الأبراج برضو اللي بتعرف على الناس بسهولة بتدحك جدا برج العقرب برج العقرب برضو برج برج سوشيل بري سهل ان هو ياخد على الناس بسهولة مع انه هو غامض يمكن شوية بس يعني هو اللي حلاني يحطه في مرتبع يعني مرتفعة انه هو غامض شوية الا ان برج العرب برضو من الأبراج اللطيفة قوي بتحب الهزار سهل تعرف عن الناس اجتماعية جدا جدا ظريف جدا 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 يجي بعد كده عندنا برج برج الحوت برج الحوت برج بيحب الناس بيحب الخير بيحب هو برج لطيف برج جدع برج فهو برضو بيتأقلم مع الناس بس اكيد مش سرعة الأبراج الهوائية برج الحوت عدم اي حد هيحبه هو شخص سهل جدا ان انت تحبه سهل جدا ان هو يده يدخل للقلب شخص طرقائي ما بيمثلش متواضع جدع فهو من الابراج برضو خلاص بقى احنا يعني بس برج الحوت مش زي مثلا مش زي حمل مش زي مثلا وبرج الحوت بيتكسف شوية عنده خجل شوية يعني هو هياخد وقته شوية بس هو مش زي مثلا برضو الابراج اللي الطب اللي يبتق قليلة بقى هندخل بقى على اكتر ابراج بتتكسف اولي البطيقة اللي بتاخد وقت كتير جدا عشان بتاخد على الناس وانا منهم على فكرة مش هقولوكو ترتيب برجي انت طيب بعد برج الحوت هيجي برجل هيجي عندنا برجل مين بقى في ابراج لستة كتير قوي بس هنقعد على جنب يب برجل مش عارفة طور برجل طور خلاص بقى احنا داخلنا في الابراجل اللي هي بطيقة مش بتعرف على الناس بسهولة مش بتقلم على الناس بسهولة برجل طول من الابراجل بطيقة شوية ما بيحبوش يتكلموا عن نفسهم ما بيحبوش يحكوا كتير ممكن تقول عليهم فيهم سنة غرور شوية شايفين نفسهم فهو برجل طور مش بنقول معرفك يا رودي يهزر معاك ويدحك معاك الا اذا حبك يعني برج الحوت برجل طور يا بحبك يا بكرهك لو هو يعني حس ان انت لطيف بالنسبة لي وحس ان فيه كامستري هتلاقيه هو بيهزر وبيضحك لو ما حسش هتلاقيه واخي الجنب ومش عايز انت اخلم معاك الا ان برجل طور من اكتر الابراج الترابية اجتماعية يعني هو اجتماعية اكتر من الابراج التانية طيب نيجي بعد كده خلاص احنا وصلنا للطب تري طب تري انتوا خلاص بدأتوا تعرفوهم طيب في المرتبة التالتة ييجي عندنا برجل هل تتعرف على الناس بسهولة؟ طيب هايجي عندنا برج السرطان برج السرطان برج السرطان؟ اوه كامسر يعني هم الثلاثة زي بعض يعني ما فيش فرق كبير ما بينهم برج السرطان بياخد وقت كتير جدا ما بيحبش يتكلم فاول ما هتعرفه هتقول عليه مغرور هيقعد يسمع 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 مش هيتكلم كتير اوكي يا عمر فبرج السرطان بيتكسف ما بيخرج بياخد وقته برج السرطان اوه ما تعرف عليه هتقول عليه ريخم هتقول عليه دمه تقيل تاني خروجة تحس ان هو طيب ولطيف رابع خروجة من خمس سادس خروجة تبدأ تاخد بقى بالك ان هو شخص ضريف جدا وان هو لطيف ان انت عايز تعرفه وان هو دمه خفيف وان هو بس برج السرطان من الابراج اللي يعني يقولولي يا جماعة صحيح الترتيب ده انتو متفقين معاه فيه معاه فيه ولا لا او قلولي برجكو وانتو فعلا شايفين نفسك زي ما انا قلت ولا لا طيب برج السرطان زي ما قلت هو بيتكسب فبالتالي مش بيتكلم كتير بيسمع اكتر ما بيعرفش باين ردود افعاله مامي ايه قلت في برج السرطان طيب تا البرج اللي قبل اخير هو برجي انا بقى يا جماعة وتحيال برجي هو برج العزراء برجي انت؟ اه اتس ماي برجي يا عمر يقل بقى ساركتي عنك برج العزراء برج العزراء من الابراج انا من الناس اللي ما بقى مع الناس جيه تلاقوني عارفة اقسم بالله العظيم شطف انا بكالهم بحظر وبتحك معاكم ازاي فيه سوستة هنا لا فورا السوستة تلاقيني على ساكتة بسمع 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 ومثلا تلاقوني مش بتكلم كتير تلاقوني مش بحب انتر اكتر كتير يعني مش بحب تفاعل كتير وباخد وقتي قوي ودائما بقى اتهم برضو ان انا مغرورة يعني حتى ايفل بتقابل مع فانس عندي انا مش منول بقعد اتكلم عن فانس وقعد اتكلم وهوظر بتكسف اصلا يعني برج العزراء بتكسف جدا جدا وبعدين بيحب يفهم الشخصيات الاول فتلاقيه يقعد يسمع اكتر بكتير جدا انه هو يتكلم في البداية وبعد كده لما يحب الناس وياخد عليهم فجأة هيتجنن بقى يبقى شخصيات دي ده جيد مختلفة تماما بيهزروا بيتحاج المرتبة الاولى في الابراج الاقل يعني اقل برج بياخد في السرعة يعني بطيق جدا انه هو اتقلم عن ناس هو برج الجدي برج الجدي يا جماعة فيه سنة غرور فيه سنة انافة ما بحبش يتكلم كتير اصلا ما بحبش يتشارك وده لانه هو طبيعته طبيعته البشرية فبالتالي برج الجدي من النوع اللي بيقعد يسمع كتير اوي هو زي العزراء وزي السرطان هما تلاتة هما دول طوب ثري برج الجدي اول ما هتعرفه هتلاقيك بتقول عليه ريخم وتنك وغيتت وما انت مش عايقه هو مش عايق بك بس ستوب واين ساكن يا جماعة عسان يا حدا ما نخلص مشاكل برج الجدي بياخد وقت كتير جدا مع انه لما يعرفه لما تعرفه اكتر دمه خفيف جدا دمه لطيف وبيهزر وكل حاجة بس اول ما يعرفك مش هكلم كثير درجة انه هو هتقول تقول لي اول ما تتكلم انت بانيش عرفك انت مش طيقين انت بنت بتعرفي طب انت بخوص يا عمر هو التاكر لا دا احنا بنتعمل مع بعض كده عادي فتحس ان انت اصلا مش طيقه يعني برج الجدي برج الجدي برضا تقول عليه دمه رخم يعني ان الناس كتير جدا انت طرف عليها بتقول عليها دمه شكرا شكرا ان انا شبه ممثلة اسمها نورة اه روقة الناس كتير جدا جدا بيقولولي كده روقة طيب يا جماعة شكرا قولوا لي ما رايكوا في الترتيب داد وقولولي داخل كلام يعني اه أنا زي ما قلت طيب ثوري ببط ب calend hoy لا مش عمر مش هتتكلم تانى اه مرة يا عمري هلنتشجسري بقى شايفين مرائ دالم اه رو reflecting شايشين هك ولأ العمار بيعملي ايه عمر انا جاي بك على فكرا انتشرفى ناسك شوف ناسك اهو اه حلو ماشي التلاتة اللي هما بيبقوا بطاقة جدا في التأكل مع الناس الجديدة زي ما قلت سرطان وعزرق وجادي والتلاتة زي بعض والتلاتة فعلا بياخدوا وقت بس هما ناس لطيفة التلاتة top 3 من تحت لما بياخدوا ناس بسهولة جدا جوزاء واسد هو انا قلت الثالث واحد كان ايه ودلوا شكرا يا رب الفيديو يكونوا عجبكم وتنسيش تعملوا لايك وتقولولي رأيكم تعلموا في القناة وكمان تتابقوني على م holle social media على قائم س especially ويجبا يا قاتل نهاردة في فيديو ايك해야 انا قتل اقولي امر خلصنا ماش قول اي continuتي اي tactics اي مي انا اي حاج 45 سمح سبسكراب انو نعرف سبسكراب يا اردن انا امك ماذا لك على سبسكراب الى رؤية امك الى الان امك رأيكم في ترتيب تقولولي رأيكو على إنشاء مرضين على الترتيب بتاعكو ولا لا شكرا باي باي مع سلامة باي شربت يلا عمر إزعاني